محمود كهربا نجم الاهلي بقى جاهز للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي قدام امبي رغم قرار ايقافه المحلي لمدة 6 مباريات يعني ايه الكلام ده؟ يعني انه قرار الايقاف بتاع كهربا هو قرار ايقاف في الدوري الممتاز فقط هو توقف مباراة المصري ففضله 5 مباريات في الدوري اما مباراة امبي القادمة فهي في نصف نهائي كأس مصر يوم الاربع القادم ان شاء الله وبالتالي كهربا بشكل طبيعي هيشارك فيه المباراة القادمة امام امبي نفس الامر بالنسبة للمحترف المغربي ريدا سليم ريدا سليم خلاص تأكدت جاهزيته لمباراة امبي بعد ما شفيا من اصابته بكادما فيه الرجبة تعرض لها خلال المباراة الماضية ريدا خلاص تعافى تماما بقى جاهز لمباراة امبي وانصر مهم جدا في تشكيلة النادي الاهلي مودست هيبقى موجود في قائمة مباراة الاهلي وامبي هيبقى موجود وهو جاهز والراجل مارس الكورر لسه شغال في البرنامج التأهيلي بتاعه التأهيلي والبدني عشان يبقى اللاعب جاهز بشكل كامل للمشاركة في المباراة بس هو هيبقى موجود في قائمة مباراة امبي هل يشارك اساسي ولا غالبا مش هيشارك اساسي فيه المباراة امبي هيبقى اهربا هو اللي هيبقى اساسي في التشكيلة هو من نسبة مباراة امبي مرسل كرار هيعمل بعض التغييرات في تشكيلة الاهلي قدام امبي ابرزها طبعا عودة مرانا عطايا واليو دانج في وسط المرعب وعودة بيرسي تاو لخط الهجوم تحديدا في جانب الايمن والاهلي هيغيب عنه مازال هيغيب عنه عمر السلاء وكريم ندفد ومحمود متولي وخالد عبد الفتاح وايضا صلاح محسن بسبب الاصابة في اطار زكاء النادي الاهلي وادارة النادي الاهلي في التعامل مع اللاعبين قد بالك انت اللقاء عندك نجوم كثيرة وعندك لعيبة مميزة كثيرة وعندك لعبين جدود دخل الفريق وعندك عقود بتجبر ماليا فالنادي الاهلي قرر انه يعدل عقود السلاسي الاجنبي علي معلول وبرستاو وقاليو دينج سواء من ناحية المدة او من ناحية الجانب المادي بالنسبة لعلي معلول هيتم تفعيل خلاص تمديد تعقوده لموسم اضافي ونفس الامر البرستاو وهيتم تجديد عقود الاليو دينج وهيزوده الراتب بتاعه لمليون دولار سنويا زكاية من الاهلي والاهلي عنده محترفين ممتازين بصراحة ممتازين كلهم يعني